الحديقة صباح خير سمير صباح خير مشاهدين الكرام أينما كنتم بالفعل متواجدون هنا بحديقة التجارب بالحمى هذه الحديقة المتواجدة على الطبيعة وعلى مساحة 32 هكتار التي تتنوع بيئي ونباتي كبير وكبير جدا مما يجعلها من أجمل الحدائق في العالم ربما هذه الحديقة سميرت عرضت لحريق ليلة أمس على مساحة تقريبية ب400 متر لتفاصيل أكثر يحضر معي الملازم كريم بن فحصي المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية صباح خير سيدي ربما سيدي نحن متواجدون هنا بحديقة الحمى هذه الحديقة المتميزة عرضت لحريق أكثر تفاصيل في الموضوع طبعا تحية صباحية أعطي لك زميري وريد ومن خلالك إلى كل مشاهدين الكرام عبر قناة النهار تي في نحن متواجدين الآن على مستوى حديقة التجارب بالحمى ببلدية بالوزداد دائرة حسين دي هذه الحديقة التي الكل يعرف عنها ولو القليل أنها منظر طبيعي بامتياز أو مكان طبيعي بامتياز مكان بيئي تعرضت للأسف عشية أمس في حدود ساعة 9 أو 6 دقيق إلى حريق على مستوى نقطة من نقاط هذه الحديقة الحمد لله أنه الخسائر المدية مكانت كبيرة بزاف عندنا ثمان نخلات التي لحقت بها ألسنة لهب بسبب أو بآخر الآن تبقى تحقيقات جارية بخصوص ملابسات وقوع هذه الواقعة التي الجميع يتذيق على أنها ليست بطريقة مباشرة هذا الحريق تم تسخر له أزيد من ثمان آليات ميكانيكية من مختلف الأحجاب والأشكال من طرف جهاز الحماية المدنية بالإضافة إلى 31 عون بمختلف الرتب تحت قيادة الضباط سامين للحماية المدنية الجزائرية من أجل إخماد الحريق والسيطرة عليه وعدم انتشاره إلى مختلف الفضاءات والأجنحة الموجودة داخل هذه الحديقة نقول أنه خسرنا ثمان نخلات وخسرنا بعض الحشائش التي تستعمل للتدوير بخصوص الاستفادة من الأسميد ولا غير ذلك أحسن من أنه مشات ربما إلى أشجار أخرى وربما أشجار ذات طابع أو ذات قيمة تاريخية ولا غير ذلك نقول أنه أعوى الأمن الوقاية تابعين لهذه الحديقة كانوا في اللحظة الأولى متواجدين في عين مكان من أجل القيام بعمل التدخل الأولي والإبلاغ أو الاتصاب بالمصالح المعنية كل المصالح جندت تعدادها المادة والبشري بما ذلك المسؤولين المحليين على مستوى الحديقة وكذلك على مستوى السلطات الولائية لولاية الجزائر العاصمة الكل تدخل وشمر عن ذراعي من أجل الحفاظ على هذا المكسب التاريخي اللي نقدر نقول عليه كما كنا نتكلم في الكواليس منذ حين قديم على نشأة بعض الدول فهذا المكسب اللي الكل يتمنى زيارته نظراً لما هو موجود من طبيعة خلابة ومن أشجار ولغ ذلك الحمد لله لم نسجل أي خسائر بشرية تذكر لم نسجل أي خسائر مدية كبيرة خاصة لفضاءات ذات القيمة المعرفية وذات القيمة العالية داخل الحديقة نقدر نقول قدر الله ما شافعاً والسلطات الأمنية تباشر تحقيقتها في وقوعة الواقعة التي كانت بطريقة أو بأخرى والحمد لله الآن كل مجند ونحن متواجدين الآن في عين مكان كل مجند من أجل إعادة ربما تحضير مخطط أمني آخر على مستوى الحديقة لتفدي مثل هذه التصرفات التي حدثت عشية أمس سيد المولى زمر ربما شفنا في بعض الفيديوهات ليلة أمس تدخل سريع من موظفي وعمل مؤسسة حديقة التجارب تلاها مباشرة تدخل الحماية المدنية في وقت سريع وتم إخماد الحريق في لحظات الأولى طبعاً هذا نقدر نقول أنه شكر موصول للقائمين على هذه الحديقة من سيد المدير إلى الموظفين بمختلف الأشكال والرتب وهذه الإجراءات التي قامت بها الفرق التدخل الأولي لا دليل قاطع على الجاهزية والاستعداد لكل أعوان الأمن الوقاية طبعاً وفقاً مخطط أمني محظر مسبقاً على مستوى هذه الحديقة بالإضافة إلى إمكانية الحماية المدنية وكل الشركاء والفاعلين الذين هبوا هبة واحدة مستغلين سرعة الوقت لأنه الوقت ما يسمحنه كل الظروف تساعد على الانتشار السريع لأسلين تلهب ونحن من هذا المنبر نقدم خالص التهاني وخالص الشكر وخالص التقدير إلى كل المتدخلين من أعوان الأمن والوقاية وكل القائمين على هذه الحديقة بما في ذلك زملائي متدخلين من مختلف الرتب لكانوا وبقاوا هنا إلى وقت متأخر من الليل من أجل إخماد الحريق كلين والسيطار عليه وعدم انتشاره إلى الأماكن نقول أماكن البيئية التاريخية ليرى موجودة في هذه الحديقة سيد الملازم كوننا متواجدين هنا في حديقة الحامة العديد من الزوار يتوفدون إلى هذه الحديقة ربما لنقدمونهم نصيحة من أجل الحفاظ على هذا الإرث الطبيعي أو هذه التحفة الطبيعية طبعا في البداية شكر موصول لك لقناة النهار على هذه الاستضافة حتى نطمن المشاهد الكريم والمواطن الجزائري أنه لا لتهويل الوضع الحريق تم السيطار عليه وإخماده كليا ثمانة نخلات مقارنة مع حجم 32 هكتار من التنوع البيئي اللي رأى موجود هنا نقول الحمد لله أنه خسائر صغيرة جدا نقول المشاهد الكريم والمواطن الكريم هالموا إلى السياحة البيئية إلى حديقة الحامة هالموا للاستمتاع بما تبقى من عطلة صيفية في مختلف شواطئ الجزائر والمنتجات الغابية هالموا من أجل أن نحافظ على المكان ونتركه أفضل مما كان زملاءنا ونحن داخلين على البوابة الرئيسية للحديقة نشوف العديد من الشباب والأطفال والجمعيات والنوادي التي تقوم بزيارة هذا الإرث التاريخي نقول لهم من خلال هذا المنبر حذاري من السلوكات السلبية أو السلوكات الاعتباطية التي قد تخلف لنا مثل هذه الحرائق خاصة نتكلم على أكرم ما كان أعقاب السجارة أو إيقاد مواقد الطبخ والشيواء أو بعض التصرفات لنقدر نقول في الحقيقة تصرفات اعتباطية عفوية لأنه إنسان بالغراشد عاقل لا يمكن له أن يقوم بهذا الفعل إلا حالة واحدة استثنائية اللي هو الإنسان المجرم ليقدر ربما يتصرف هذا التصرف الغير أخلاقي وغير طبيعي المواطنين وكل أبناء الجزائر وبناء الجائر من كل ربوع الوطن نهنيهم بهذا الإرث التاريخي نقول لهم هلموا للاستمتع به يتمتع به هذا 32 هكتار ونقول لهم تصرفوا بسلوك إيجابي وأتركوا كل مكان عند مغادرتكم أفضل من مكان شكرا جزيلا سيدي الملازم إذن هذا ما لدينا سميرة شكرا لك وليد مهاجري وشكرا أيضا للملازم كريم بن فحسي مشاهدينا نواصل الآن هذا الموعد اشتركوا في القناة